حبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال أهلا وسهلا بحضراتكم وفي حلقة جديدة مع برنامجكم هذا ديننا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وشافعنا يوم القيامة إلى يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين فأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صل عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعده أيها الأحبة الكرام النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا 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 وفي غاية الأهمية وده طبعا بناء على طلب حضراتكم الحلقة اللي فاتت اللي هو طبعا نخص حلقة كاملة نتكلم فيها إزاي نتعامل مع زوجتنا في المنازل كيفية التعامل ما بين الزوجين طبعا المكانة بتاعة الأسرة يا جماعة مكانة عظيمة جدا فالمكانة الأسرة في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى لما جي تكلم على الأسرة اتكلم عليها بمنطوب جميل جدا اسمع كده الآية دي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إذن الأسرة دي هي عمادة المجتمع كله لولا الأسرة مش هتلاقي الدكتور ولا هتلاقي المهندس ولا هتلاقي الطبيب ولا هتلاقي الشيخ ولا هتلاقي الإمام ولا هتلاقي أي حد خالص لأنه هو ده المنبع وهو ده المصنع اللي بيصنع الأجيال فالنهاردة إن شاء الله إزاي يهتم الإسلام بالأسرة وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع زوجاته هو ده إن شاء الله محور لقاءنا النهاردة إن شاء الله فأي حد عنده مشكلة أسرية أي حد عنده مشكلة زوجية أي حد عنده استفسار إن شاء الله الأرقام موجودة على الشاشة إن شاء الله للتواصل ومستنين تلفونات حضراتكم وأسكرتكم بمشيئة الله النهاردة يا جماعة إن شاء الله عايزين نخلي حدثنا سهل كده وبسيط عشان كل يفهم إن شاء الله وهو ده أهم حاجة هو ده يا جماعة المقصد والهدف من الحلقات بتاعتنا أن نصل إلى البيوت الآمنة أن نصل إلى الاستقرار أن نعيد إلى الأسر الأمنة والأمان في بيوتنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ومن آياته وهنا بقى وقفة مهمة أوي نعم يا ربي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك أنت كراجل أو كزوجي بيقولك إيه ومن نعم ربنا عليك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إذن الزوجة مخلوقة منك أنت كراجل فالراجل والمرأة هما نفس واحدة ربنا عز وجل هو قال كده هو الذي خلقكم من نفس واحدة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما جي خلق سيدنا آدم خلقه من الطين زي ما احنا عارفينه من الطراب أما لما جي خلق أمنا حواء خلقها من ظل سيدنا آدم ليه؟ عايز يقولك أن المرأة هي أقرب لك من القلب عايز يقولك أن المرأة هي المنبع وهي السكن زي ما ربنا عز وجل قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً يبقى وَمِنْ آيَاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ليه يا ربي؟ لتسكنوا إليها وسيدنا الشيخ الشعراء والله يرحمه يا جماعة كان يقول كلمة جميلة قوي يقول ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لتسكنوا إليها شوف تعبير القرآن ما قالش لتبيته عندها فالبيات أو البيت غير السكن البيت للرحة بس انت داخل بيتك انت عازب مسته ما تجوزتش داخل بيتك عشان ترتاح فهو الرحة بس هو ده البيت أما السكن يا جماعة للاستقرار ومودة والرحمة والألفة وكل المعاني الجميلة قوي قولها لتسكنوا إليها موجودة في الكلمة دي لتسكنوا إيه؟ إليها تبليه يا ربي وجعل بينكم مودة ورحمة مودة في الطلب ورحمة في العطاء فشفت الجمال القرآن وشفت تعبير القرآن هو ده السكن والتعامل ما بين الزوجين قائم على المودة والرحمة اللي ربنا عز وجل قالك في الآية دي عشان كده لو علماء يقولوا إيه؟ لو لم يكن في القرآن كله إلا هذه الآية في التعامل ما بين الزوجين لكفة كفاية هنحتاج أكتر من كده المودة والرحمة إيه؟ والله العظيم لو طبقنا الآية دي في بيوتنا كلها المودة والرحمة قائمة في البيوت كلها بيوت المسلمين كلهم ما يتلاقي حال الطلاق خالص مصر والله وأنا أقسم بالله وسيحصيبنا الله يوم القيامة على هذا القسام لإن إحنا للأسف في البيوت دلوقتي مفتقدين يعني إيه مودة ورحمة مفتقدين الحب في بيوتنا مفتقدين اللغة الحوار ما بين الزوجين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تصلى عليه قول عليه الصلاة والسلام بيبين لنا تكريم المرأة في الإسلام وبيقول لنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى كرم المرأة وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أعلى من شأن المرأة شف في القرآن كله هتلاقي صورة كاملة 167 آية اسمها صورة النساء في تكريم أعظم من كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن صورة كاملة تتحدث عن المرأة وتتحدث عن تكريم النساء سورة النساء فيه في القرآن سورة سماغة الرجال أبداً والله عشان تعرف بس تعبير القرآن وتكريم المرأة في الإسلام عامل إزاي سورة مريم رضي الله عنها وأرضها الطاهرة البتول أم سيدنا عيسى عليه السلام أهي سورة مريم فيه سورة في القرآن اسمها سورة ألا إمران وما فيه السورة اسمها سورة ألا محمد شف عشان تعرف بس عدل القرآن اتكلم عن سيدنا عيسى وعن آل سيدنا عيسى وقال إمران وما تكلمش على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شوف المعنى صورة كاملة برضو اسمها صورة ايه الطلاق تتحدث برضو عن النساء شوف يا جماعة تكريم المرأة في الإسلام وصل لحد فين وصل لحد فين ومش كده وبس والنبع عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا الكلام ده هو اللي قال لنا النبع عليه الصلاة والسلام بيتكلم لكل أب دي رسالة كل أب خلف ثلاث بنات بنبصرك ببصرة النبع عليه الصلاة والسلام قولي عليه الصلاة والسلام الأول واخد الجايزة النبع عليه الصلاة والسلام يقولي يا جماعة يقول من ابتولي بسلاث بنات في معنى الحديث يعني من رزقه الله بسلاث بنات تلت بنات فأحسن إليهن يعني أحسن إليهن يعني ربهم أحسن تربية مش ميخلف ورمي لا ده أحدى التربية مش إن احنا نخلف قطر الخلفة تناكعه تكاثره لا ده معنى غلط النبي الناس فاكرة ان تناكحوا وتكاثروا يعني خلفوا كتير ويرمع يالكوا في الشرعة ما من غير تربية لا أبدا وإنما الكسرة كسرة عقل وتربية ليست كسرة عددية يا جماعة شوف اسمع كده النبي الشرعة يقولك ايه من رزق بسلاس بنات يعني معنى الحديث ماشي كنا له يوم القيامة حجابا من النار يا الله عليك يا حبيبي يا رسول الله شوف الجايزة العظيمة ايه لو انت خلفت ثلاث بنات واحسنت اليهم احسن معاملة وربتهم وجوستهم وكبرتهم وعلمتهم خد بقى الجايزة الكبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة يطاف على باب الجنة تقولك تاخد بايدك للجنة وتقف كده تحجزك عن باب النار ما تدخلكش النار ابدا شوف يا جماعة الجايزة الكبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام شوف التعبير القرآني عشان نعرف مكانة الاسرة في الاسلام الاسلام كرم المرأة بنت بنت كرمها ازاي ان هي بتدخل ابوها الجنة زي ما قلنا كده تب كرمها كزوجة تكمل نصف ديني زوجها تكمل نصف دينه زي ما احنا بنقول تب كرمها كأم جعل الجنة تحت اقدامها الجنة تحت اقدام الايه؟ الأمهات نقولها بالانجليش برضو زي جنة under food of the mothers هو ده يا جماعة بالعرب والانجليزي يبقى نبع عليه الصلاة والسلام والاسلام كرم المرأة كزوجة وكبنت وكأم في تكريم اعظم من كده نخش على طول على موضوعنا ان شاء الله النهاردة يا جماعة وهو التعامل بين الزوجين بما يرضي الله نسب الطلاق يا جماعة ايه اللي تقول يومين دول ليه؟ لان احنا افتقدنا ادب التعامل مع زوجاتنا في المنازل ما عرفناش ازاي نتعامل مع زوجاتنا ممكن خمس ازاي لو تكرمت فازاي يا جماعة النبع السلام بيقول ايه؟ بيقول ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئين يبقى الراجل اللي بيكرم مراته والرجل اللي حطت مراته في عينه والرجل اللي بيعمل كل حاجة عشان يسعد مراته النبع عليه الصلاة والسلام بيكرمك ان انت كتبت عند ربنا كريم يعني خدتي صفة جميلة او من صفات ربنا اللي هي الكرم انه ربنا عز جل كريم فانت لما تكرم مراتك وتعملها احسن معاملة يبقى انت كده كتبت عند ربنا من القرماء تب الانسان البخيل وخلي بالكم البخيل مش الفلوس بس ده ممكن يكون بخيل في المشاعر والله العظيم يا ما الناس كتير او بيقول المكتب عندي عشان يطلقوا واكسم بالله حاجات يعني الواحد بيبكي منها دم مش دموع بتقول لي يا شيخ بخيل علي في المشاعر بخيل علي حتى في الكلمة الحلوة يكلم الناس بره احسن كلامه احسن معاملة هما بيكلم مش حتى كلمة كويسة بشحت منه الكلمة عشان يكلمني فده بالله عليك يا جماعة هو ده وصية النبي ليك هو ده ده اخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام وصهلك انت كزوج كانت على امراتك اتقوا الله في النساء ووصيكم بالضعيفين يا جماعة بوس ايديك واسمعوا الحديث ده كويس تخيل لما واحد على فراش الموت كده فراش الموت وهو بيوصي الوصية دي فاهمية الوصية تكون قد ايه اهمية عالية جدا انها بيقول لك ايه وصيكم بالضعيفين ليه لان المرأة خلق ضعيف كائن هاش كلمة تقتلها ووردة ترضيها الناس فاكر الازواج فاكر انه هو لما يخش على مراته بيديها لازم بايخش على بالمحمر ومشحمر وخش على بالهداية الكتير وخش يديها ودهبه ابدا والله المرأة لو انت جبت لها وردة لو انت جبت لها حطة شوكواتة وانت بقى ورح في السوبر ماركت تجيب نش عارف طلبات البيت وجبت لها معاك شوكواتة الهدية مش بالقيمة بالمعنى ان انت افتكرتها ان انت عندك نوع من رومانسية وخلي بالك الرومانسية دي اول من شرع قانون الرومانسية هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني اول واحد اول واحد علمني يعني ايه رومانسية وحب هو النبع عليه الصلاة والسلام شوفي السيدة عائشة تقولي رضي الله عنها ارضاها السيدة عائشة تقولي تقول كنت أشرب من الإناء القوز القوز كلمة عربية خلي بالكم السيدة عائشة كنت تشرب من الإناء إناء الماء المية فيأخذه رسول الله ثم يوضع فمه على فمي على موضع فمي شفتوا الرئة دي يعني يقولها فين المكان دا شربت مني عائشة تقوله هو دا يا رسول الله فيسرى بالمكان بقها ايه الرومانسية العالية دي ايه المحبة والمودة والألفة والحب العالدة عايز يعلمك انت كزوج ازاي تتعامل مع زوجتك ازاي يكون ما بينكم مودة والرحمة القائمة على الحب ناخد اتصال ان شاء الله اتصال ولا لا ما فيش خلاص اتصال ماشي والستاذ محمد اتفضل والستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك اتفضل الله يديك الصح الحمد والله يا ربنا يديك الصح بخير والله يا الحمد والله نحن صعداء بالبرنامج بتاعك كده والله يا ربنا يكون والله احنا اسعد احنا اسعد الله يكلمك ويجعلك ذخرة للاسام المسلمين يا رب يا رب يا رب وجميع المسلمين كل يوم يا رب الله يديك الصح لنا سؤال كده في الحال يا شيخ ان شاء الله في سؤال تاني شكرا يا شيخ حاضر حاضر استاذ محمد يا جماعة بيتكلم على موضوع مهم اول بيقول دلوقت لما يكون في مشكلة ما بين الزوجين من اللي يبدأ بالحل زي بالزبط ما بين لوكيه اتنين متخصمين اللي يبدأ بيهم هو اخيرهم وهو احسنهم وهو افطالهم بس برضو من العرف بتاعنا ان المرة هي اللي بتبدأ الاول الست هي اللي بتبدأ لاوه بالمصلحة بس خلي بالكو النبي عليه الصلاة والسلام قولوا عليه الصلاة والسلام بيبشرك انت كزوج او كزوجة لما يحصل ما بينكم مشكلة واللي يبدأ بيكم الاول هو من اهل الجنة ثلاث مرات تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بشرش حد بالجنة ثلاث مرات غير زوج وزوجة ايه هم يا رسول الله ايه الموصف بتاعتهم معنى الحديش ان نفهمه مش بالنص احنا يا جماعة مش بيلتزم بالنص بناخد بمعنى بس النبي يقول ايه اي مشكلة يا جماعة تحصل ما بين الزوجين ماشي والزوجة هي اللي لها حق يعني جزء غلطانة وهي مش غلطانة هي المظلومة ومع ذلك لما يجي وقت النوم تروح لحد جزء تقوله ايه تقوله هذه يدي في يدك ده نص الحديث هذه يدي في يدك والله لا اكتحل بنوم يعني عيني ابدا ما تشوفش النوم ماشي ولا انام الا اذا رضيت تعني ورضيته عنك يا الله شفت الزوجة الصالحة يا جماعة مش غلطانة ومع ذلك هي اللي بدأت الاول بالمصلحة عشان تاخد الجايزة الكبيرة اللي هي الايه الجنة فالنبع عليه الصلاة والسلام يقوله ايه هي من اهل الجنة هي من اهل الجنة هي من اهل الجنة يبقى انهي زوجة اللي بعد ما تسمع الحديث ده تنام وجزء زعلان منها او تنام وهي زعلان من جزء لا يا جماعة لان الانسان فينا والله العظيم ارواح نفس الانسان فينا نفس ممكن يخرج ما يخشش ممكن يخش ما يخرجش فانهي زوجة اللي تموت كده وجزء غضبان عليها ايما امرأة باتت وزوجها غضبان عنها لعنتها الملائكة حتى تصبح وخلي بالك انت يا حيبة عشان ما تفرحش قوي الحديث ده ينطبق عليك زي ما ينطبق على المرأة خلي بالك يعني برضو اي زوجة تنام وهي غضبانة من جزء بحق يعني ضربها او شطمها بدون زم الملائكة برضو تقعد تلعنك لحد الصبح هي هي لان الاسلام ما فيش عنصرية يا جماعة الاسلام الحدود والاحكام كلها منطبق على الرجل والمرأة ما فيش ما بينهم تفاضل امو محمد معنا عليكم السلام عليكم حدر الشخص عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا فندن لو سمحت انا عايز شوف رأيك حدر الشخص الزوج اللي ما بيعملش مراته وما يرد الله بخيل معها في المسائل بخيل في المعاملة المعاملة معها أساسا ما بيعملهاش زوجة نهائيا في حياته خالص ما مش بيصرف عليها بيخليها في الجوة نعم ما بيكتفلهاش ما بيعملهاش نهائيا في حياته عند أسرائيك في الموضوع الجيد حاضر ماشا ما فيس وقال تاني لا توقع اسمعي الإجابة احنا اتكلمنا يا جماعة عن بخل المشاعر واتكلمنا عن الرومانسية والحب ما بين الزوجين واتكلمنا ان الراجل هو قوام البيت هي بقى بتتكلم في نقطة أهم من كده اللي هي المصاريف والنفقة خلي بالكم كل راجل ما بيصرفش على بيته ماشي بدون عزر طبعا لو معوش فلوس ده حاجة تانية بقى لو كل راجل ما بيصرفش على بيته انت كده خلي بالك اتسحبت منك القوامة لان القوامة ربنا عز وجل قال لك ايه الرجال قوامونا على النساء من فراغ يا ربي لا ده بشروط يعني كل راجل يقول الاه ده ما يكملش بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فأهم حاجة للقوامة للزوج اللي هو الانفاق خلي بالكم يعني الراجل ما بيصرفش على مراته وسيبهم هي وعيالها ما بيصرفش عليهم والله العظيم تشكاوه كتير قوي تيجي من هنا احنا شكاوه كتير قوي بتجيلي بسبب موضوع ده جوزي ما بيصرفش عليها جوزي ما بيسألش في الايال جوزي مش عارف بخيل في المشاعر جوزي جوزي تاب ليه يا جماعة ليه والله العظيم لو الزوجة شايفتك ان انت بجده معكش فلوس هي ممكن تعذر ممكن تقولها زي بقول كده بتدقع بس ما تصرفش بس منت يكون حتى عندك حب عندك حتى تبادلها انفاق معنوي الانفاق يا جماعة مش مده بس لا ممكن يكون فيه انفاق مده ومعنوي المعنوي ده اللي هو بخل المشاعر اللي هو الاحاسيس الحب الرومانسية ان انت تعرف ان انت ان حياتك كلها ان هي حياتك كلها بتقف عشانها هي هو ده يا جماعة الرجال وقوامون يعني ايه قوامون قوامون يعني قائم على خدمة الزوجة يعني كل راجل قائم على خدمة زوجته وعياله وهي ده القوامة فأمو محمد برضو كايب بتستفسر عن الموضوع ده برضو مهم قاون نيجي نكمل الموضوع بتاعنا طب ناخده استاذ احمد معنا اتفاضل استاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفاضل استاذ احمد شيخ محمود معي انا اتفاضل اتفاضل مع حضرتك لا من اه انت عدت بصدور حضرتك يعني بجد ربنا يكريمك وربنا يعزك يعني يحصصك يعني قصة المعلومة والله يديك الصحة يا رب يا رب والله هو ده غايتنا يا جماعة والله هو ده ان احنا نوصل المعلومة في ابسط ما يكون لان عشان المستمع برضو يستفيد لان في ناس برضو تعلمها على قدها زي حالتنا كده ما يبقاش برضو محرومة من توصيل المعلومة في احنا برضو بنيسر المعلومة عشان كده اتفاضل استاذ احمد كنت عاد سأل حضرتك اتفاضل اه اتفاضل السؤال الوقت يعمل هو يعني هل ينفع زوج يتجوز الجوازة التانية من دون حلم الزوجة الاولانية لا او السؤال يعني ايه يعني هل يحق للزوج ان هو يتجوز على مراته من غير ما يبلغه اصدك يعني اه تمام السؤال التاني السؤال التاني حضرتك بتتكلم في اول حالة عن تكريم المرأة في الدين الاسلام طبعا فannée دلوقتي يعني الكثقة من في الدين الاسلام ان زوج يتجوز اربعة او والزوج يتجاوز على على زبطه نعم يعني دي برضو يعني الواحد برضو بيqu잖ين فيها اهانة للزوجة او بيحصل مشاكل كتيرة مثلها طبعا يعني 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 انك تعيز اعرف بالنقطة دي يعني ايه حكماء يعني افضل ربنا واحكي اترافنا ان اربع مرات مع انها ممكن تثبت مشكلة كبيرة جدا. صح طب ماشي. في سؤال تاني? لا شكرا يا حضرتك. طب ماشي. ام جانا معنا ام جانا. ابو جانا معنا. ابو جانا تفضل يا استاذنا. ابو جانا تفضل. عليكم السلام وتركات. اتفضل يا ابو جانا. ايوة تفضل. ايوة تفضل. انا عاديم في بيت ايوة تفضل. اه. اه. وكمال لكل زبتي. اه. مشاعات البيت يوم اه. انا مش عايز احمل اشيب الارضي. بسبب ايه? بسبب ايه? المشاكل دي بسبب ايه? بسبب ان هي مثلا ممكن اتتاعك لغلبيت. اه مطبقاش فهمت فهمت ماشي ماشي رسالة وانصارت فيه اي سؤال تاني لا بس حضروفك اه موعيب البرنامج حضروفك انا احنا بنصنعك يعني اشتنعك من الله يكريمك الله يكريمك الله يكريمك ممكن حياتك مسلا ترجع للكنترول هم اقولك ان شاء الله الموعي بتعطيه ان شاء الله تمام ماشي انا عليك انتزوم من الساعة بقى تواباشي الله الله يديك الساحة لو ما عالش ما هو برنامج لانه ده كان الساعة ستة مش سلاتة ممكن حياتك برضو ما تقفلش الخط وتواصل مع الكنترول ان شاء الله ماشي اه فيه اتصار او لا نجاوب طب ماشي اه استاذ احمد بيقول هل يحق للزوج ان هو يتجاوز عمراته من غير ما يبلغها طبعا يا جماعة دلوقتي ده من انواع الدرر الشرع ماشي و بعض العلماء وليس كله يعني فيه بعض الاراء بتقول ان هو الراجل ممكن يتجاوز عادة على مراته ما فيش مشكلة خالص مادام ان هو مش مأثر في حقها ومدام بيديها حقوقها الزوجية كاملة مسكن ومشرب وملبس وعشرة يبقى هو ممكن بحق ان هو يتجاوز عليها من غير ما يبلغها ده رأي ويحترم في قرصنا بس انا اميل الى الرأي التاني اللي هو بيقول ايه بيقول ان المرأة يحق ليها وحق عليها ان هي تعرف جزء يتجاوز ولما تجاوز عليها يعني قبل انت ما تتجاوز ماشي لازم انت روح تبلغ زوجتك ان انا تتجاوز عليها والله يرضي على على الموضوع ده قطر خيرك مش راضية هي بقى حرة بقى ممكن ترفع عضية مترفعش عضية بس يا جماعة والله مدام الزوج بيعني بيعامل زوجته بميرضي الله ومدام مش بيخليها عامل اي حاجة وتجاوز عليها ماشي فالمرأة برضو لازم انت رأي حاجة زي كده ده اول سؤال السؤال التاني ايه الحكمة من الرجل يتجاوز يعني مسنى والثلاثة وربعة اولا ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه فان خفتم قال لا عادله فواحدة وفي اية اتنى قال لك ايه ولن تستطيعوا يعني مفيش راجل يقدر ان هو يعني يبقى عادل مع زوجته مع زوجاته اتنين او تلاثة او اربعة لان القلب ماشي القلب او قلب الزوجة او قلب الراجل ماشي يعني ممكن يميل لوحدة فيهم ممكن ايه يميل لوحدة فيهم عشان كان بشران بيقول ايه اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تحاسبني فيما لا املك يعني القلب ده يا ربي انا مقدرش عليه انا انا ممكن احب واحدة اكتر من التانية انت يا سيدي انت دواتي مش ايه مش مش معتب في كده بس انت مش تقدر توفق ما بينهم وسواء في النفقة سواء في العشرة سواء في كل الاحوال الزوجية صعب جدا يا جماعة صعب جدا ان الراجل دواتي اتجاوز اثنين وثلاثة واربعة اما لو كان مستطيع دي حاجة تانية خالص فالاسلام ما قالكش اتجاوز اثنين وثلاثة واربعة لا الاسلام بيقول لك فان خفتم قال لا تعدلوا واحدة والافضل كده هتقولت اما النبي السلام اتجاوز تسعة والنبي اتجاوز اتناشر اقول لك لا يا حبيب النبي ما اتجاوز غير واحدة بس اللي هي السيدة خديشة بعد ما اتصلى علي عليه الصلاة والسلام ازاي يا شغل النبي عنده تسعة زوجات اقول لك لا النبي الانسان النبي الانسان لما اختار قلبه اختار ايه لما قلبه اختار اختار زوجة واحدة بس اللي هي السيدة خديشة رجاله عنها وارضها وهو هي تختياره هو اما باقية الزوجات كان ينزل الأمر من السماء الوحي ينزل من السماء عن نبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان الله يأمرك ان تتزوج فلان ابنت فلان السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاها ما شفهاش ولا يعرفها ومع ذلك نزل سيدنا جفريل ربنا عز وجل بيأمرك يا رسول الله انت تتجوز عائشة ابنت ابي بكر الصديق نزل برضو هكذا الزوجات كلهم فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجة فتزوج يعني ربنا عز وجل هو اللي كان بيأمره تجوز فرانة بنتفولة وخلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانتش بتجوز شهوة لا أبدا ده كان بتجوز ايه ممكن يكون إنسانية واحدة متطلقة معا أولاد أو واحدة أرمال يعني النساء كلهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يا جماعة كانوا أرامل كانوا أرامل إلا السيدة عائشة رضي الله عنها وقارضها كانت بكر هي الوحيدة اللي النبي يتجوز عنها بكر عشان كده كانت أحب النساء إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل النبي من أحب النساء إلى قلبك يا رسول الله قال عائشة قالوا يا رسول الله نسألك من الرجال مش من النساء قال أبوها يعني حتى ما خرج ناش من بر هي وأبوها أحب الناس إلى قلبي فشفتوا يا جماعة المواد ده والرحمة والألفة عايز يعلمنا المواد ده والألفة والرومانسية خليك حنين كده مع امراضك كده طب ماشي نيجي بقى نجاوب على سؤال أبو جانا أبو جانا بيقول ده وقت احنا عادين في بيت عيلة ودايما مشاكل كتير ما بين مراتي و أمي لا نالمك لا نالمك يا جماعة ليه احنا ليه بندخل ليه بنخلي الخطوط متدخلة ليه ما بنعملش الخطوط متسوية أو متوزية مع بعض الأم لها كرامة والزوجة لها كرامة الزوجة ما ينفعش تاخد مكان الأم والأم برضو ما ينفعش تاخد مكان الزوجة فالأم لها كرامة فقراسة يتبسرق لها وقديها ويبقى خدام لأمه ومع ذلك برضو زوجته برضو تبقى لها رعاية ويكون متوع لزوجته فدلوقتي هو بيتكلم دوقتي على حاجة مهمة قوي بيتكلم دوقتي هي ما بترداش تخدم حمتها يا جماعة والله العظيم خدمة الأم خدمة الزوجة لحمتها مش واجبة عليها وإنما هي فضل وليست فرض يعني الست لما تخدم حمتها في البيت لو كانوا في بيت عيلة أو في غير بيت عيلة أهم حاجة الخدمة يا جماعة دي مش فرض عليها يعني أنت ما تكبرهاش إن هي تخدم أمك لا وإنما هي بتجي بمسيسة والكلمة الحلوة ربنا يخليك لي يا حيبة قلبي والله العظيم تتشيلانا ومستحملانا وشيلة أمي والله العظيم الكلمة دي تخليها تشيل تراب أمك والله يا جماعة الكلمة الحلوة سحة بس إحنا مش قادرين يتعلم الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة والله تصنع المعجزات تصنع كل الصناعي كلها بسبب الكلمة الجميلة حلوة قطر خيرك ربنا يديكي الصحة قدمت لك أكل حلوة حتى لو مش حلوة يأخذ بخطرها السيدة عائشة تقول كده معابة رسول الله شيئا قط إنه بعليه الصلاة والسلام عمره أبدا معاب طعام أبدا قدمته إحدى زوجاته معدى معنا أستاذ حسن أستاذ حسن يتفضل أستاذ حسن أي ما قاله أنا اتفضلي أي أستاذ حسن بالنسبة الى مثلا اللي سناف رسول الله س LED الاجبازي مسلا أو البطلات آه الشيخ معذبة في المسجد بيقول لك الجلبية تكون فور الكعبين عشان رسول صلى الله عليه وسلم قلب كل الاجبازيening حتى الكعبين في الناف نعم بالنسبة للاجبازيcalled كعبائن فهم في سؤال تاني أستاذ حسن رسالتك وصلت رسالتك وصلت أستاذ حسن فيه اتصال ولا نجاوب فيه اتصال طب ماشي نجاوب أستاذ حسن دوقتي بيتكلم على سنة الناس فاهمينها غلط الناس فاكرة ان اللي لازم ان يمشوا على السنة لابس جلابية قصيرة وذا انه اثنين متر وسواك لا يا جماعة ده كل ده ظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة لما جيه نصحنا احنا كأمة محمد عليه الصلاة والسلام نصحنا ان احنا انطهر الباطن قبل الظاهر فدقول دي زواير اي نعم سنة او كل حاجة بس النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اسفل الكعبين في النار يعني الانسان اللي بيلبس هدوم طويلة او ماشي متفاشقر ومتفاخر ما بين الناس ومتباه ومتكبر هو ده اللي حرام فسيدنا اباكي صديقي اول ما سمع الحديث ده النبع عليه الصلاة والسلام زئل وخاف فراح قال له يا رسول الله إن أحدنا يكون يحب أن يرى صوبه حسن ونعله حسن يعني إحنا يا رسول الله ما بنعملش كده كبر أو خالاء أبدا إحنا بنحب بس إنه حنلبس هدومنا يعني يكون حلوة وبرفان ونحنلبس هدوم من الشرط يكون قسيرة يا رسول الله لازم قال له لا يا أبا بكر أنت لسه منهم يا أبا بكر النبع عليه الصلاة والسلام يا جماعة عشان نفهم الإسلام غلط صح الإسلام نفهمه صح النبع عليه الصلاة والسلام أصده من الحديث ده إن الإنسان ما يلبس هدوم طويلة ويمشي في الشارع خيالاء وكبرى عن ناس يتكبر عليهم إنه هو متفاقر بنفسه أبدا وإنما لو الإنسان لبس هدوم عادية منطلون أميس إيه المشكلة؟ ما فيش أدنى مشكلة خالص مش شرط يكون اللبس يعني جلبية أو مش شرط يكون اللبس قصير أبدا وإني بدي يقول دي يا جماعة الظواهر مش أكتر لازم أن نفهم إسلامنا صح ولازم أن يكون عندنا اليسر وسمحة الإسلام نرجع لموضوعنا ولا في اتصال؟ ماشي نرجع لموضوعنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها بتتكلم عن معاملة النبى الرئيئة والحنية والحنان والرومانسية تقولي السيدة عائشة بعد ما تصلى عن النبى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضها تقولي كنا في بيوتنا لا يسمع لنا صوت ياريت كل زوجة شايفانا دلوقتي تحط مكانها في مكان السيدة عائشة وطبعا ده مستحيل ده أمك أم المؤمنين بس أها بقولك بس يعني تخيل الموقف كده خلى عندك ارتجال شوية كده وتخيل الموقف أن السيدة عائشة إزاي كانت عائشة مع النبى عليه الصلاة والسلام النبى الشاب كان منشغل بالدعوة وبالغزوات ومنشغل بالفتوحات ومع ذلك عمره أبدا ما أصر مع زوجة من زوجاته تخيل عمره ما أصر مع زوجة من زوجاته عايز يعرفنا إحنا كرجالة أن زي مليك حق الشغل اللي حق عليك بيتك برضو لي حق عليك طب ناخد مين؟ أمط الله أمط الله معانا اتفضلي يا فاني اتفضلي مع حضرتك عليكم السلامة رحمة الله اتفضلي نعم نعم طبعا 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 أما طلاب تقول دلوقتي كان فيما شاكل معاه وما أقرب الناس ماشي وهم حاولوا يصلحوها ويرضوها ويا برضو مش عايزة ترضى أقول لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام من استرضيه فلم يرضى فهو شيطان وعيزا بالله يعني الإنسان اللي هو أصر معاك وجاي يقولك معلش حقك علي سمحيني بالله عليك سمحيني وقعد يترجعك عشان ترضى وما رضيطيش فالإنسان دلوقتي يعني مش عايزة أقول إنه هو بيتشبه بلإيه بحاجة مش كويسة ليه؟ لإن الإسلام يا جماعة مبني على الرضا ومبني على السماحة والنبي عليه الصلاة والسلام هقولي بس والله النبي عليه الصلاة والسلام درب لنا أروع الأمثلة في الرضا والسماحة والعفو عن الناس النبي عليه الصلاة والسلام يامت أزى من أهل القريش مكة آزوه وضربوه وطردوه وشطموه وقعد يحدثوه بالحجارة وهم هو في مكة ومع ذلك لما جيه فتح مكة قال لهم إيه؟ اذهبوا فأنتم مطلقاء أنا سمحتكو الوجه الله ليه يا جماعة؟ عايز يعرفنا يعني إيه سماحك؟ عايز يعرفنا إن الزوج أو قريب الزوج أو صلة الرحم لو قصرت معاك وقالتلك معلش سامحيني سامحيها الوجه الله عز وجل فحتى معلش أي نعم ادعي بالهداية وما تدعيش على حد مع ذلك برضو يعني تقبلي الإيه؟ المسامحة نرجع لموضوعنا يا جماعة السيدة عائشة رضي الله وعنا بتقول إيه؟ رضي الله وعنا وأرضاه كنا في بيوتنا لا يسمع لنا صوت يعني كنا قاعدين لوحدين في بيتنا ولا زنباريتة ولا هيصة ولا فرحة قاعدين ما بين أربع حطان وخلي بالكم وده حال الكثير من النساء إلا من رحم الله قاعدة في بيتها يعتبر غالبية اليوم جزء بره الشغل ماشي وبيجي متأخر مع العزوري عزوري شوف السيدة عائشة كيف بتعملي وعملي زيها تقولي السيدة عائشة كنا لا يسمع لنا صوت كنا قاعدين في بيوتنا والصوت ليه الصوت خالص تب إمتى يسمع لكم حس حتى يدخلوا علينا رسول الله يا الله عليك يا أمنا عائشة الله عليك يا رسول الله الله عليك شفتوا يا جماعة أول ما النبي يخش ماشي الأصوات والبيوت تعلوا بالفرحة والبهجة والسرور عايز يعرفنا أنت جزوك لما تخش على مراتك تخش عليها بالفرحة والسرور ما تخشش وانت مازل بوزك شبرين ومداي ومخنوق وتيجي مراتك تكلمك كلمة ابعيدة عنها مش طيقك عفدا والله شفت المعاملة معنا مين مادام شايماء اتفضل يا سيدنا الشيخ عليكم السلام اتفضل يا مادام شايماء لو سمعت أنا جزي جزا يا سيدنا الشيخ كويس معايا لو بيجيب لي كل حاجة وبس المعاملة بتاحته مش كويس معايا حولت أن أنت يكون ما بينكو حوار لازم أن يكون ما بينكو حوار تعوضي شوف اللي أنت زعلانة منك ايه وتحولي في ساعة رضا يعني مش هو مداي ومتعصب لا في ساعة رضا قولوا والله حولت معايا سيدنا الشيخ كتير بس هو معاملته وحشة خالص طب ماشي بس يا سيدنا الشيخ مش معاصر في حاجة في حاجة البيت خالص وكل حاجة جزي بس أنا عايزة رضا بس ماشي معاملته وحشة معانا يعني شكيمة اسلوب مش كويس بيحب يا له من مرضه لو سمحتي يعني لما مرضى الجديمة ديك هاتي حبى المرضه من المرضى فيتنا الشيخ ماشي رسالة حضرتك وصلت مادام شايمة بتقول ان جزها يعني بيعملها معاملة مش كويسة هو الصراحة مش مؤثر في بيته ويا الست يعني قترخيلها ان هي بتقول العيوب والموزاف في نفس الوقت بقول لها مفيش طراج الكهن ما جميعوا يا مادام شايمة اكيد في عيد كل واحد فينا في عيد انا عامة انا هو قدامك اهو ممكن اكون مثلا مؤثر في بعض الحاجات لان مفيش اي حد فينا كامل كل بين قدم خطاء وكل بقدم نزمن يكون مؤثر هو قد ترخيل الراجل مراعي بيته والاكل والشرب وكل حاجة بس ممكن يكون معاملة احنا منبرروش انا بس بقولك ما عليش استحملي وصبري وشوفي حديث النبي السلام ايما امرأة صبرت على ايزاء زوجها وعلى سوء معاملته ايه اجرها يا رسول الله الله عليك اسمعي بقى وشوف الاجر شوف الاجر وشوف الجنة اعطاها الله من الاجر مثلما اعطى اهسية مراتة فرعون خلي بالكم شوفتوا اهسية مراتة فرعون ربنا عاصر ججال ادالها بيت في الجنة ليه عشان صبرت على جزعة خلي بالك وانا بقول للزوج حرام عليك انت اشتم زوجتك قدامها يا لها الاولاد حتى هيكون حالتهم ايه الاولاد هيتأثروا تأثير سلب لما يسمع ابوهم بيشتموا امهم قدامهم في اكتر من كده ايه يا جماعة مين ابو عبدالله ابو عبدالله معانا اتفضل يا فندا ايوا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته اتفضل يا بابضل ازاك يا شخ محمود الله يدك الصح الله يخليك اتفضل مع ابو عبدالله من الشيخ زايد الشيخ زايد اتفضل يا بابضالله والله بص انا كان عندي سؤالية يا شخ محمود اتفضل السؤال الاول متعلق بحفيق بموضوع الحلقة ايوا اللي هو اللي هو بقى ايه لما الزوج سيقول له زوجته ان هو يعني حيطلب ان هو يكوز عليها ماشا تمام هل يجوز انها هتطلب الطلاق لهذا السبب فقط نعم ماشا السؤال التاني السؤال التاني انا كنت سمعت اللي هو حديث البطاقة اللي هو حديث البطاقة بطاقة اه البطاقة اه تمام اه فياريت لحزبتك لو تشرحوا لنا برضو كده حاضر حاضر في السؤال التاني ابو عبدالله جزاكم الله خيرا ماشا اسمع لجابة ابو عبدالله بيسأل سؤالين كل سؤال عايزه حلق الوحد بس احنا هنحاول بقزة الامكان نحن نختصر الاجابة ابو عبدالله بيقول حديث البطاقة يعني ايه حديث البطاقة النبع عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول ايه يقول عليه الصلاة والسلام يقولي النبع عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعبد يوم القيامة ده معنى الحديث مش النص يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد نشر له تسعا وتسعين سجلا ته متخيل تسعة وتسعين سجل كل سجل قد مد البصر لحد ماينا بتشوف ماشي ده عماله يعني كل واحد فينا هينشر له تسعة وتسعين سجل عارف السجل اللي بيقيده فيه السجل الحكومي والسجل اللي بيقيده فيه الدفات والحاجات ده كلها هو ده أعمالك كلها في التسعة وتسعين سجل إيه اللي يحسي يا رسول الله فالنبع عليه الصلاة والسلام رب يقول إيه يا ربنا عز وجل يجيب العبدي ده يقوله إيه يقول له يا عبدي هذه أعمالك في هذه السجلات بص فيه زنب ده ما عملتوش يقول له لا يا ربي كل ده عملتو اللهم هوون علينا يا رب اللهم هون علينا فربنا عز جل يقول له ايه أظلمك ملائكة الملائكة ظلمتك كتبت حاجة وانت ما عملتها لا يا ربي تبقى لك عزر عندك عزة عندك عزة عفزت بي إلينا الله عليك الله علي حلمك يا رب الله على حلمك وعفوك يا رب فيقول له لا يا ربي طب معلش ناخد الاتصال ونجاوب ماشي أستاذ ممدوح؟ ممدوح أستاذ ممدوح معانا تفضل السلام عليكم يا دكتور محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ محمود تفضل تفضل الله يكرمك تفضل ممكن حالك توطي ترفيزيون شوية عشان تسمعنا من التليفون حاضر ماشي تفضل أنا مع حضرتك أنا سعيد جدا هو أعرف توصل الله خلا بقلي مودة بحاول اقتصل إحنا أسعد والله الله يكرمك الله يكرمك تفضل يا أبو عبد أنا بس كنت عايز أتكلم في موضوع تاني لو حضرتك تسمح لي اللي هو حقوق الأبناء للأباء حقوق الأباء للأبناء صحي كده؟ ماشي عقوق الأبناء للأباء عقوق آه ماشي الاتنين برضو معنا ما فيش مشكلة ماشي العقوق يعني آه العقوق ماشي آه والله يا دكتور أنا بعنم الحكاية دي مع أولادي كلهم يعني وأزواجهم كمان مفيش حتى حد من أزواجهم بيحاول يقومهم أقول لهم اللي بتعملوه ده خلص وده بيغضب والدك وعليك وممكن يحصل هضب من ربنا عليكو أو حاجة زي كده مفيش حاجة خالص من الحكاية دي وبقالي ثلاث سنين ونص والله العظيم يا دكتور آه حتى خدوا أمهم من عندي من ثلاث سنين برضو على شاس إنه انتكب بتولد وكذا والله يا جماعة والله العظيم كل ما وحد يسمع الشكاوى من الأب وهو قلبه يحترق هو مش عايز حاجة منك هو بيقول لك حن علي زي ما كنت بحن عليك سنين دي كلها والله يا أستاذ ممدوح أنا حاس بيك وأنا أنا عيني غصبة عني بكيت لإني كل ما اسمع الشكاوى من الأباء والأمهات الواحد بيحزن الواحد بيحس إن ده من علامات يوم الأيام يا جماعة والله الأبناء بعد بعد ده كل ده بعد ما كبرك وعلمك وصرف عليك دم قلبه هو ده جزاته هو ده جزاته إن انت عقوق وعدم الصلة والله يا دكتور والله العظيم أسف المقطعة يعني والله العظيم يا دكتور أنا خبستك في المجال ما أقول الحكاية دي أنا اللي مدينني إن أنا متأكد إن أنا مأثرتش معهم في حاجة أبداً أبداً تخيل والله العظيم شئيت عليهم شقة لا تتخيله وتعبت عليهم ما حرمتش واحد من أي شيء أبداً نهائي أي حاجة تخطر في ذلك يعني فكر فيها عملتها ما خلتش حد محتاجه لحاجة ولا محروم لحاجة ولا نفسه في حاجة ما أضطهاش عشان كده بيصعب عليها جداً يعني تخيل حضرتك أقولك حاجة بسيطة جداً مثلاً لو زائلت من عيل منهم ولا حاجة وكشرتي بس أو اديت أو اعتبته أو حاجة خلاصي أعطعني مقطعة تمة يعني لسه كنت أكلم زوجته دلوقتي والله العظيم وأنت معي وأنا بأطلب حضرتك يعني بتقول إن البرنامج جاءه كده قلت لها جوزك بيلم اللقم من الأرض وبيصعب علي إن فيه لقمة قالت أهو عمد العدد قلت لها طب هو بيحاول يرد ربينا في كده لكن ما بيحاولش يرد ربينا فيي أنا ليه؟ ليه لما بعمل أي حاجة بداية وبيروح مع أطعني ليه؟ ليه أنا ماليش هامية عندهم ليه؟ يا ربي كونوا سنقانك والله العظيم أخته بنتي برضو الصغيات أظهر واحدة فيهم وهي دي اللي شافت الهانا والسرور كله والله العظيم بحيل عليها أولاد إخواتي والناس اللي يعرفونا وفي الأخر لقيتها قالت لي انت إيه الحصار اللي انت عمله لي ده؟ إيه الحصار اللي انت عمله ده لعائل ما يسيب لك الشقة ومش عيسيب لك الشقة ومش؟ أستاذ مامدوح أستاذ مامدوح بسارة حديثك وصلت بسموك ياطلب منك طلب بعد إذنك أبوش إيدك ما تدع عليه في الله عليك لأن دعوة الأباء على الأبناء مستجابة بلا حكم النبي السلام بيقول كده لا تدع على أولادكم وثلاثة لا يرد الله لهم دعوة دعوة الوالد على ولدي دعوة الأب وإلا بقى يا حبزة لو كان الأب ده مظلوم ولو كان الأب مأهور وقلبه منكسر أبوش إيدك وما تدعى العيالكو ادعوهم بالهداية ادعوهم من ربنا عز وجل يهديهم وأنا مش أجاوب على سؤالك للحلقة الجاية إن شاء الله لأن الحلقة الجاية نخصصها لبر الوالدين والعقوق وهنتكلم عن عقوق الوالدين وهنتكلم على الحياة اللي إحنا عايشونها دلوقتي هنجيب نمازج وهنجيب حاجات من اللي إحنا عايشونها دلوقتي ماشي علشان نشوف الأباء والأبناء إزاي بيعملوا مع بعض معلش يا أستاذ ممدوح إحنا دلوقتي يا جماعة يعني أستاذ ممدوح دلوقتي يعني للأسف الشديد الشكوى بتاعته شكوة الأباء كثير من الأباء أم أشرف طب ماشي ناخد اتصال حاجة أم أشرف معنا أم أشرف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ الله يكرمك الله يكرمك يا أم أشرف منور الدنيا كلها ربنا يبرك في عمرك يا رب أنا بشروك على البرنامج الجميل ده وبشكر أسرة البرنامج كله والسكر موصول لحضرتك والله السكر موصول لك يا ربنا يبرك في عمرك حضرتك هسأل حضرتك سؤال ان شاء الله أنا يعني بوفق في الزواج نعم ايوة اتوفق في الزواج أنا بروح للمسجد وتعلمت اوفق في الزواج إن أنا أعرف بنت يتيمة خلاص بقى تبقى تيجي عندنا المكتب بقى ماشي تبقى تيجي عندنا المكتب ان شاء الله احنا مكتب أصل الزواج الصرق يعني تبقى تيجي ان شاء الله في المكتب عندنا ان شاء الله وطحت أمرك ان شاء الله الله يبرك سواحكم الله يكريمك سؤالك ايه يا معصراك حضرتك انا بوفق في الزواج اللي انا بقول لحضرتك عاجب ماشي حلم اللي هو الرسمي والشرعي ماشي ها فعنجي في البيت اولادي عرفه اه فطبعا واعترضين وعملين معايا مشاكل كتيرة واني داعب واني ضح حرام وما تدخليش في حاجة طب ماشي واحدة واحدة بس واحدة طقفلهم ايه اللي عايب وقول لي حرمه بالعكب ده مما كرم الاخلاق ده احنا حتى بنقول بالمعنى البلد بتاعنا كده يا بخت منوفي الرسم في الحلال يا بخت سوابه عند ربنا العظيم اليوم الايامة كده لما لما تلاقي جبال حسنات ربنا عز جل للك خد الجبل ده جبل حسنات ليه يا رب انا ما عملتش حاجة يقولك لا ده انت عملت كتير قوي عملت ايه يا ربي عشان انت وفقت رسم في الحلال ووفقتيه من الزواج كونتي انت السبب ان البيت الاسري ماشي يقيم كده على الزواج لولاكي ماكنوش عرف بعض لولاكي ماكنش فيه اسرة ولا كان فيه اولاد فده انا بناش للأولاد فيه سؤال تلي طبع عندك عشان اجواب على السؤال ربنا يبارك في عمرك طب اسمع الإجابة ماشي تفضلي معاك انا دلوقتي فيه مشاكل بيني وبين اولادي وقطعنا بعض بسبب المشكلة الاسيرة دي انا هقول لهم انا اوجلهم رسالة دلوقتي حاضر انا اوجلهم رسالة دلوقتي حاضر خلاص فيه سؤال عند ضحيك تاني ربنا يخليك اه بس ابني زوت موضوع بس شوية اه وزعل مني وقطعني بسبب حوار دي ده ماشي حاضر لا النقطة تاني بان ان شاء الله انجاوب على الحلقة الجاية ان شاء الله تنتظرينا عشان الحلقة الجاية برضو عن اخوكو الولدين بس انا بس النهاردة ان شاء الله نوصل لها رسالة النهاردة ان شاء الله ونوصل لهم رسالة ان شاء الله دلوقتي يا جماعة الرسالة دي لأولاد الحجة المؤسرف دلوقتي اولا مفيش عيب في العرف بتاعنا ولا العادات ولا التقاليب بتقول ان الوحدة اللي بتوفق رسالين في الحلال ده عيبة والناس كلها مش عارف يقلوا شنا ولا الكلام ده ابدا ولا في الدين بيقولك يا بالعكس ده الدين بيحسنا احنا ان احنا كلنا نشتغل الشغلان اللي تشتغل الحجة المؤسرف دي وخلي بالكم ممكن ما تاخدش اجر بس اجرها عند ربنا اكتر فبالله عليكم بلاش مؤطعة للام لحاجات اللي هي اصلا ما فرط تشكر عليها يعني بوس ايديكم بالله عليكم بالله عليكم كفاية مؤطعة وذات الام بالذات لان الام اذا بكت خلي بالكم الام بكاعة عظيم اول وزي ما الاب دعوته للسماء على طول فالام برضو دعوتها عند ربنا اكتر وباب السماء على طول بيتفتح على طول لايه لدعوتها فانا بقول الابناء مفيش اي سبب مبرر ولا شرعي ولا عرفي العرفي بتاعني يعني مش الجوزر العرفي اش محشي فهمه غلط مفيش اي حاجة عرفيا ولا شرعيا بتقول ان لامك اللي بتعميره ده غلط بل بالعكس الاسم بيقولها شكرا الف شكر احنا يا جماعة والله على الهوة هو بنوصلها رسالة الف شكر يا مؤصف ان انت بتوفي راسين في الحلال وانا بقول له هو تعالي عندنا وحنا نشير فوق راسنا كمان والله فنرجع يا جماعة لموضوعنا في التصورة نكمل طب ماشي نرجع لموضوع النهاردة نساء الله دقيقتين احنا لحقنا طب نتكلم مخرج بقى ادنا ديها زيادة ولا حاجة طب ماشي بسرعة كده يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام برضو بيوصي الزوق بوصايا جاميل اوه وصايا فوق الروعة وصايا جاميلة جدا 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 تقولي الزوق بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيوصلك رسالة يقولك ايه يقولك اتقوا الله في النساء والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل قال لنا ايه لقد كان لكم في رسول الله اسوات حسنة فاللقدويته النبي عليه الصلاة والسلام يكرم زوجته واللقدويته النبي يعامل زوجته احسن معاملة واللقدويته النبي ما يزعلش مراته أبدا ولو قدوية النبي يعامل زوجته وأولاده ويحبع عليهم كذا ما احنا بديقول كده يا جماعة معلش أبما نختم كان فيه بس السؤال المرة اللي فاتت الأستاذ علاء كان بيقول أنا دلوقتي كنت ندر ندر الله ماشي إن ربنا عز وجل مثلا لو نجح لابني أو أي حاجة إن شاء الله طلع حاجة لله بس ربنا عز وجل ما وفقنيش والحالة بقيت ديئة أنا بقول للناس كلها بلاش إن انتوا تندروا ندر الله لأن الندر ده أصلا يعني إيه معناه يعني يا رب لو أنت عملت له الحاجة حتى لو طلعت فلوس دلوقتي أنت كنت ندر بها لما تاخدت تسواب عليها لأن ده واجب وحق عليك وليوف ونزورهم الندر عليك فبلاش بالله عليك ونحن نندر ندر ماشي ونخلين ايه يا لله عز وجل كده ايه هو ده كان اجابة السؤال الحجة مع عمر كانت بتقول المرة اللي فاتت ان انا كان علي ايام من رمضان اللي فات ماشي اعمل ايه هل اصمم مسلا على طول يعني ورا بعضه ولا صوم يوم 2 و 5 اقول لها خليك زكية ونصحة وصوم يوم 2 و 5 ان شاء الله افضلك بنيتين بنيت ايه بنيت السنة وبنيت الفرد اللي عليك ان شاء الله ونلتقي بمشيئة الله تعالى في موضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال